ليست مدينة كما شاء أبناؤها الثوار وتضحيتهم أن تكون أو كما ينبغي لها المحافظة الخصبة للزراعة والجتمة كما يقال على أكبر بحيرة للذهب الأسود في اليمن لم يكشف عنها غطاؤها حتى الآن وبعد مضي أكثر من خمسين عاما على قيام الثورة لا يزال الجفاف وغياب الخدمات واتساع مساحات الفقر والجهل أبرز أوجه معاناتها اليوم خمسين عام من الجمهورية ما حصلنا شيء لا ماء لا كهرباء حتى على مستوى المياه هنا الجوف الواقع المنكوب بالجحيم وفصوله المتوالية على الحياة لم يلمس المواطنون الفرق بين الملكية وبين الجمهورية أو ما يدل على الثورة بعد خمسة عقود ونيف من انطلاق شرارتها في سبتمبر غير أن التجاهل والحرمان من أبسط الخدمات كالصحة والتعليم ومشاريع التنمية هي ما تعانيه هذه المحافظة رغم تضحيات أبنائها في كل المراحل بالنسبة لثورة 26 ستمبر احنا أبناء الجوف ضحينا برقاننا وقاتلنا وفي الأخير لن نستفيد منها ولا شيء إلى هذا اليوم وكان التهميش هو معتمد يعني مقصود إنها الذكرى فحسب لثورة أهدافها لم تتحقق كما يجب ولم تجن ثمارها المرجوة كما يقولها أولا فيما تتوالى الخيبات والهزائم ومن حرب إلى حرب تتأرجح الحياة ولا فكاك من الجحيم المتقدة في رحيل أعمارهم المنهكة بالتعب والدم خصوصا في زمن تحاول الميليشيات الإنقلابية دفع المحافظة زمن آخر إلى الوراء حاولت الميليشيات تسيطر على هذه المحافظة بشتى الوسائل لكن المحافظة كانت صامدة في وجه هذا المشروع كما عادها اليمنيين لا جديد إذن تحمله يوميات سبتمبر الخدلان وحده ما تضج به الأماكن وتفصح عنه الوجوه في هذه المحافظة المنكوبة بالحرب والموت البطي علي الجرادي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة